ولازم نركز قوي قوي في الكلام اللي جيدة لان احنا زي ما قلنا بنتعامل مع البطولة الافريقية سواء داخل الملعب او خارج الملعب انت المراض وانت بتلعب هذه البطولة عينك واستراسك مركز جدا في اي احداث بتسير في خلال هذه البطولة الافريقية حدث موقف في مباراة النجم الساحلي فكان على طول ليك رد فيها الايجابة في هذا الملف وتحرقت في هذا الملف ووجهت شكوى للاتحاد الافريقي بخصوص الحكم البنسواني جوشوا بوندو اللي بتعد منذ هذه المباراة حتى الجولة الرابعة سواء في دورة الابطال او كونفدرالية لم يدير اي مباراة فبالتالي انت بتشتغل فنيا وبدنيا عشان تحضر فريق بشكل كويس وايضا كمان اداريا عشان تقدر تقدر تتوفر الحماية الكاملة للفريق وهو بيلعب بطولة افريقية عشان ما يتقررش الاخطاء اللي حصلت سواء اخطاء تحكمية او اخطاء في البطولة الافريقية في البطولة السابقة او قبل السابقة من الاتحاد الافريقي في ادارة العديد من المباراة في البطولة الافريقية طيب في قرار اتاخد خلال ال48 ساعة الماضية من الاتحاد التونسي لكرة القدم الاتحاد التونسي لكرة القدم اعلن عبر صفحته الرسمية الاستعانة بالحكام النخبة في الاتحاد الافريقي خلال الفترة القادمة لادارة المباراة الكبيرة والمباراة الهمة في الدورة التونسي قدامكم هي على الشاشة ده على الصفحة الرسمية للاتحاد التونسي وده بقى خطاب إعلامي تونسي تلمع بعد أن الانفتاح على محيط شمال إفريقيا بخصوص تغربي لاعبا محليا سواء اللاعب المصري أو اللاعب الجزائري أو اللاعب الليبي ده بالنسبة للجامعة التونسية بتعتمد أنه لاعب محلي بيلعب في الدور التونسي الجامعة التونسية قررت تماشي مع ذات المبدأ وهنا طبعا المفروض في اختلاف يعني فكرة اللاعب المحترف دي قصة والحكم هنا دي قصة تانية لكن ما علينا هم بيعتبروا أن الانفتاح في مسألة الحكام على المحيط الإفريقي ده شيء جيد بالنسبة لهم فيما يخص التحكيم وذلك بتعيين بعض الحكام الأفرقى الدوليين من زوال خبرة لإدارة بعض المقابلات المدرجة برزنامة الموسم الرياضي 2019-2020 معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام أن مباراة الترجي والنجم السفخصي والأفريقي النجم والأفريقي الترجي والسفخصي المباراة الكبيرة أو المباراة اللي بنتكلم إليها المباراة اللي فيها منافسة واهتمام بالإعلام التونسي والإتحاد التونسي بهذه المباراة هيدرها حكام أفرقى من زوال خبرة لهم الحكام النخبة طيب معنى كده أنه ممكن تشوف مباراة الترجي والنجم بملكت سيمة الأسيوبي ممكن تشوف بكاري جسامة ممكن تشوف أليوم نياند قدامنا هو بكرة مباراة الترجي والنجم الساحلي على ملعب رادس دي مباراة في الدوري التونسي مين لا هيدرها؟ الحكام الأسيوبي مملكت سيمة حكام الأسيوبي طبعا من حكام النخبة في القرى الإفريقية كان بيدير مباراة الزمالك وزيسكو يوم الجمعة الماضية في الجولة الرابعة من مباراة المجموعة الأولى د curricه بالحكام النخبة معروفين في القرى الإفريقية مملكت سيمة جوشواء طبعا بندو طبعا بيتقامل الاتحاد في قنوة من حكام النخبة بكاري جسامة قليوم نياند مصطفى غربالي الحكام الجزائري بعدما الاتحاد التونسي استعان بحكام النخبة لإدارة مباريات الدوري التونسي ما هو الموقف في إدارة هذه الحكام أو هؤلاء الحكام في إدارة هؤلاء الحكام لمباريات الأندية التونسية في البطولة الأفريقية الفترة القادمة يعني عندنا مباريات الآل والنجم السحلي يوم الجمعة بعد القادم هل حكم من الحكام اللي هيجيروا مباريات في الدوري التونس ويكونوا مقيمين في الفترة الجاية في الدوري التونسي ممكن نلاقيهم في مباريات الأندية التونسية مع الآل في البطولة الأفريقية ده تساؤل احنا بنتراحه في التوقيت الحالة و بنوجهه للاتحاد الافريقي في الفترة اللي جاية ايه لوضع في هذه المسألة لان بعد خطاب النادي القالي للاتحاد الافريقي في الفترة السابقة عن اداء بعض الحكام في المباريات الافريقية الاتحاد الافريقي تدرك الموقف وابتدى يسند عدد من المباريات في البطول الافريقية لحكام صغير السن واعدين بالنسبة للبطولات الافريقية في الفترة القادمة تنفيذا لرؤية جاني انفنتين ورئيس الاتحاد الدولة قال لازم نستعين بعشرين حكم صغيرين في السن لسه حديث العهد في القائمة الدولية نبدأ نعتمد عليهم في الفترة اللي جاية فبالتالي انت داخل بقى على مرحلة الادوار النهائية ومرحلة الجولة الخامسة والستة تبدأ بقى تشوف ما بلاكت سيمة هتبدأ تشوف اليوم ليانت تبدأ تشوف بكاري جسامة شفت مصطفى غربال في مباراة النجم السحلي والهلال السوداني وازاي حكم خبرة عنده قدر كبير من الزكاء والتعامل في المباراة الكبيرة كان موجود مباراة كبيرة زي دي لكن طبعا خارج تونس كان موجود في السودان فمباراة الأهل القادمة مع النجم اكيد هيجيلك حكم اسم كبير زو خبرة كبيرة ممكن بابلاكت سيمة ممكن بكاري جسامة طبعا توقعات كتيرة لكن خلال الساعات الجاية هيتططع بشكل رسم مين هو الحكم لكن هو السؤال بنواجهه للتحاد الافريقي في التوقيت الحالي هل هيتم الاستعانة بحكام النخبة الافريقية اللي بيديروا مباراة في الدورة التونسي عشان يحكموا مباراة الأندية التونسية مع الأهل في البطولة الافريقية ده سؤال هنشوف إجابته في الفترة اللي جاية انا بطرح السؤال ده ليه لان في جزئية مهمة جدا لاتحاد التونسي خدها او قرار مهم جدا خده خلال الساعات الماضية وده اللي خلاني اضع هذا الاستفسار امام الاتحاد الافريقي الاتحاد التونسي ارسل حكامه الى مصر خلال إلى عشرة أيام الماضية في معسكر في اسماعيلية الحكام التوانسة صفوة الحكام التوانسة اللي أرسلوا لمصر لإقامة معسكر تدريبي في مصر كان من خلال ماسيمو بوساكا الحكم صاحب اللجنة التطوير أو المسؤول عن لجنة التطوير في الاتحاد الدولي هو المسؤول عن هذا المعسكر وإقامة محاضرات نظرية وعملية للحكام التوانسة وكان بيساعدوا في هذا الملف الكابتن جمالي الغندور والكابتن عصا عبد الفتاح إذن الاتحاد التونسي عنده مشروع للاعتماد على الحكام التوانسة في الفترة اللي جاية بل بالعكس ذهب إلى جزئية مهمة جدا وأتمنى حتى في الاتحاد المصري ناخذ هذه الخاطوة في الفترة الجاية تم اختيار عشرين حكم من حكام الصفوة في الاتحاد التونسي وتم توقيع عقود احتراف معهم عشان يديروا مباراة في الدورة التونسة في الفترة اللي جاية إذن انت كالتحاد تونسي خدت قرار في تطوير التحكيم التونسي خلال الفترة الجاية وبدأت الاعتماد على أهم 20 حكم ووصفتهم بأنهم حكام محترفين في الفترة اللي جاية ووقعت عقود معاهم في الفترة اللي جاية عشان يديروا مباراة الدورة التونسي فأنت على مستوى التحكيم المحلي خدت إجراء زكي وطيب وأنا أتمنى في مصر ناخد هذا الإجراء وأنا بحيط لتحدي التونس على هذا الإجراء لكن في نفس الوقت وأنت بتاخد هذا الإجراء تخذت إجراء تاني بأنك تستعين بحكام النخبة الإفريقية بداية من الغد حتى نهاية الدورة التونسي يعني ہم نتكلم في مرحلة مهمة جدا من مشوار البطولة الإفريقية في التوقيت الحالي ده السؤال بقى اللي أنا بوجهه للاتحاد الإفريقي في الفترة اللي جاية ما هو الوضع عندما يتم اختيار حكام النخبة في القرى الإفريقية لإدارة مباراة في الدورة التونسي وتقرارهم في مباراة الانداء التونسية مع المنافسين اللي هم في البطول الإفريقية وإحنا على المستوى الشخص بيهمنا النادي الآلي بالتأكيد فعندنا مباراة من الأهل والنجمة السحلة اللي جاية ممكن يكون بابلاك سيمة طيما الراجل في تونس ومقيم خلال هذا الأسبوع عنده كذا مباراة وبكرة منهم مباراة الساعة 3 بتوقيت القاهرة مباراة الترجل والنجمة السحلة على أستاذ رادس ده سؤال مهم جدا بالنسبة لمرحلة الجاية عشان ما يكونش فيه فرصة لأي حد بيتصيد بعض الأخطاء في الفترة اللي جاية لازم نشتغل هذا الملف بشكل فير جدا ويكون فيه شفافية بشكل كبير جدا سواء من الاتحادات المعنية أو الاتحاد القري اللي بيدير هذا الملف عشان البطول الإفريقية ما تشهدش نفس المشاكل اللي حصلت البطولة الماضية دي جزاية مهمة جدا راح نتكلم فيها وانا لسه بنبدأ هذا الملف ولسه أول مباراة بقرة في الدورة التونسي من خلال مملكة سيمة الحكم الأسيوبي وعايز أفكر الناس بمباراة الأقل والترجي ما كانش فيها أخطاء تحكمية لكن فجينا بعدها ما كانش فيها فار ما كانش فيها تقنية دي الفيديو ما كانش فيها فار وخلال هذه المباراة اللي ركزتوا كده بأحداثها كان الحكم الأسيوبي بيتم إيقاف المباراة لبعض اللحظات وكأنه بيسمع الغرفة من خلال الاتصال كومنيكيشن من خلال السماعة الداخلية مع الحكم اللي موجود في الغرفة واساسا ما كانش فيه حكم غرفة فبالتالي لن ننسى هذه المواقف اللي حصلت في هذه المباراة وما كانش فيه فار وبنقص عليها المرحلة الجاية بالنسبة للمباراة الأفريقية في هذا الملف ملف مهم جدا وتساؤل بنضعه أمام المسؤولين في الاتحاد الإفريقي في هذا الملف ما هو وضع حكام النغبة الأفريقية في المباراة القادمة مع الأندية التونسية بعد اختيار الاتحاد التنسي لهم لإدارة مباراة القمم في الدورة التنسية الترجي والنجم في الفترة القادمة والترجي والنجم طبعا الموجودين في دورة أبطال إفريقيا في الفترة القادمة النجم متصدر مجموعة الأهلي في المجموعة الثانية والترجي متصدر المجموعة الرابعة في الفترة القادمة برسيد عشر نقاط وفي أقرب منافسين مع الرجاء المجربي